سهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الاهلي هنتكلم فيها عن حقيقة عودة وليد أزارو من جديد من جديد بيناير المقبل لإنقاذ خط هجوم النادي الاهلي لكن في البداية صديقي في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة والعلى الحبيب فاللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي بيعاني النادي الاهلي بيعاني من التعاقد مع مهاجم قوي جدا في ظل طبعا رغبة المدير الفني كولر بالتعاقد مع مهاجم زو كدرات عالية طبعا احنا كان عندنا اتنين مهاجمين في الفترة السابقة ظلمه واحد ظلم من فيلر والتاني ظلم من موسيماني كان عندنا في فترة فيلر كان عندنا المغربي التوربيد وليد أزارو وليد أزارو كان في الوقت ده هداف النادي الاهلي كان هداف الموسيم هداف الدوري وكان هو زي ما بيقولوا كده هو المهاجم الفذ في الدوري المصري وليد أزارو اي نعم وكان بيضيع كتير ولكن كان مهاجم شارس 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 لو تفتكروا الكلام ده طبعا فيلر كان ليه طريقة لعب مختلفة وفيلر يعني احنا لو قعدنا نتكلم على لعيبة بالضيع هنلاقي وليد أزارو اقل لعب في اللعيبة بالضيع وليد أزارو كان بيضيع اهداف لكن كان بيجيب وليد أزارو كان من المهاجمين اللي انا كان على المستوى الشخصي انا بحب المهاجم اللي بالشخصية دي مهاجم سريع مهاجم شارس كان بيلعب على خط دفاع لوحده كان بيقدر يفككه لو نفتكر نهائي كأس مصر بين الاهلي والمصري لو نفتكر مباراة النجم السحيلي للاهلي كسبها هنا في مصر وليد أزارو جاب في المباراة دي هاتريك لو نفتكر الكلام ده كله هنعرف انه وليد أزارو من افضل المهاجمين اللجوم في تاريخ النادي الاهلي طيب رحل وليد أزارو مع فيلر رحل وليد أزارو مع فيلر رحل فيلر تعاقد مع أليو باجي الحقيقة انه هو مهاجم اخدش فرصته مع النادي الاهلي أليو باجي كان مهاجم قوي جدا مهاجم زو قدرات عالية للأسف باجي ما خدش فرصته مع ان فيلر هو اللي جابه لو نفتكر الكلام ده فطبعا كان في الوقت ده كان فيه كورونا كان فيه كورونا طبعا حصل توقف دولي في عدد من الدوريات أو دوريات العالم كلها تم إيقافها لما النادي الاهلي عاد من جديد للبطولة فيلر طبعا قرر ان هو يرحل عن النادي الاهلي فرحل وجه تعاقد النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني من نادي سانداونز الجنوب إفريقي وطبعا موسيماني أول قرار أخده هو رحيل أليو باجي هو رحيل أليو باجي طب أليو باجي ما كانش لسه خد فرسته ولا لسه كان لعب مباراة أو مباراتين مع النادي الاهلي لو نفتكر هو لعب مباراتين لعب هنا مباراتين كت واحدة قدام الزمالك اللي الاهلي خسر فيها وكت مباراة كمان والمباراة الثالثة كت أمام سانداونز في جنوب إفريقيا مع فيلر اللي النادي الاهلي تعادل هناك واحد واحد ووصل لنهائي إفريقيا واللي هو بتاع القضية ممكن اللي جه كمله بيتسو موسيماني فطبعا عمك موسيماني قال لك لا أنا مش عايز أليو باجي فالنادي الاهلي الراجل تكلم مع النادي الاهلي والاهلي كلم باجي وباجي طبعا كان متساهل جدا وقال خلاص مدام مش عايزني أنا همشي اللي طلعوا إعارة مرة واثنين وفي الآخر النادي الاهلي باع أليو باجي إذن كل مدرب بييجي النادي الاهلي بيبقى ليه طلبات مختلفة في المهاجم اللي هو عايزه طيب إيه فكرة أزارو في عودته من جديد للنادي الاهلي أزارو بينتهي التعاقد معه مع نادي العجمان الإماراتي ده في نهاية الموسم الحالي أزارو آخر خمس مباريات أو آخر سبع مباريات مسجل سبع أهداف يعني نسبة تهديف مية في المية أهو بيضيع ولكن بيجيب ليه أزارو من المهاجمين السريعة جدا المهاجمين اللي ممكن تستفيد منها بالذات مارس الكولر لأن مارس الكولر عايز في الخط الأمامي عايز سرعة فإذن فكرة عودة أزارو من جديد للنادي الاهلي مطروحة على قيمة وعلى مكتب الكاتل المحمود الخطيب أزارو عنده 28 سنة يعني أزارو يديك لسه خمس سنين مرتاح فإذن أزارو هو الحل لنادي الاهلي في يناير إلا إذا النادي الاهلي تعاقد مع سوزة زي ما احنا عارفين سوزة بينتهي تعاقده في شهر 12 الحالي 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 شهر 12 اللي جاي ده سوزة بيبقى فريه يلعب في أي نادي فهل كولر حيتعاقد مع سوزة في حالة رحيل مودست اللي يعني أكيد بمسبة 90% مودست حيرحل في يناير مودست حيرحل في يناير بنسبة 90% فهل كولر يتعاقد مع جستافو سوزة ولا يرجعه وليد أزارو ولا ممكن يكون أزارو وسوزة مع اتنين الاتنين يرجعوا ويجوا مع بعض زي ما احنا عارفين ان فيه مفاوضات جمدة مفاوضات جمدة مع أليو ديانج ان هو يرحل أليو ديانج جاي له عرضه كويس جدا ان هو يرحل عن النادي الأهلي فهل النادي الأهلي يتعاقد يقدر يتعاقد مع أزارو خصوصا ان أزارو مش هيكلف النادي الأهلي كتير لانه فاضل في عقده 6 شهور فقط مش هيكلف النادي الأهلي كتير سوزة هيبقى جاي فري يعني انت تدفع مرتب لعب فقط وهتعمله عقد من جديد هل الاهلي يقدر يتعاقد مع الصفق تندل هل يعود وليد أزارو للنادي الأهلي من جديد في يناير هل مودست يرحل ده كل ده هنعرفه الأيام اللي جاية بس انا بقولك بنسبة 90% مودست خارج النادي الأهلي طيب أصوات داخل مجلس إدارة النادي الأهلي دلوقتي بتطالب وبقوة بعودة الكابتن سيد عبد الحفيز أصوات داخل النادي الأهلي بتطالب بعودة الكابتن سيد عبد الحفيز إلى مدير كورة جديد للنادي الأهلي من جديد بدل من الكابتن خالد بيبو زي ما قلتلكم قبل كده جماعة ما ينفحش تجيب لاعب أو تجيب مدير كورة للنادي الأهلي من الضر النار ما ينفحش على الإطلاق أنك تجيب واحد من الضر النار كان لازم على مجلس إدارة النادي الأهلي أنها تعمل فترة معيشة للكابتن خالد بيبو ما كان الكابتن سيد عبد الحفيز لأن الحقيقة الحقيقة للناس كلها ما تعرفهاش أن الكابتن سيد عبد الحفيز راحل بناء على أوامر مارسي الكولار سيد عبد الحفيز يا جماعة كان ملقب في الإعلام بالبلطاجي ليه؟ ما كانش بيسيب حق النادي الأهلي لو تفتكروا راجعوا مباريات النادي الأهلي اللي ظلم فيها تحكيميا وشوفوا الكابتن سيد عبد الحفيز يا ما خد إنذاراته يا ما اتطرده يا ما تحذره يا ما إنه ما بيسكوتش النادي الأهلي دلوقتي بيظلم تحكيميا وإحنا ما بنشوفش الكابتن خالد بيبو والله العظيم ده احنا بنشوف اللعيبة الجهاز الفن اللعيبة هي اللي بتروح تعترض زي مصطفى شبير زي رام ربيعة زي كهرباء زي الناس دي اللعيبة هي اللي بتعترض اللعيبة هي اللي بتعترض لكن الكابتن خالد بيبو شخصية قويسة وشخصية محترمة ما محدش يقدر يقول في الكابتن خالد بيبو شيء لأنه نجم من نجوم النادي الأهلي في العصر القديم لكن كمدير كورا انت بتتكلم على مدير كورا قعد فترة من 2000 تقريبا 2013 تقريبا لحد 2023 الكابتن سيد عبد حفيز هو مدير كورا للنادي الأهلي إذا انشرب النادي الأهلي لما خسر خمسة من صندونز سيد عبد الحفيز أفل على الفرقة ضبه ومفتاح محدش كان يعرف حاجة عن الفريق وقدر يحتوي الفريق وقدر يقوم النادي الأهلي من جديد وقدر يقوم تاني ويلعب يأكل الأخضر واليابس الأهلي لما خسر خمسة اتنين من صندونز في جنوب إفريقيا كانت فيه تغيير كامل تغيير جزر في أدايا اللاعبين الأهلي لعب مخسرش ولا مباراة في إفريقيا من بعدها متعدلش ولا مباراة في إفريقيا لو تفتكروا الكلام ده فإذا فيه ناس في مجلس إدارة النادي الأهلي بتطالب بعودة سيد عبدالحفيز من جديد وكمان بتطالب بالتعاقد مع واليد أزارو لإنقاذ خط هجوم النادي الأهلي ده اللي احنا هنتابعه مع بعض ان شاء الله الفترة اللي جاية لو عجبك الفيديو صديقي ما تنساش أفضل حاجة بنبدأ بيها وبننهي بيها فيديوهاتنا وهي الصلاة على الحبيب وياريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك أهم أخبار النادي الأهلي أول بأول أشوفك على خير مع السلامة ترجمة نانسي قنقر